وللمزيد من المتابعة والتحليل لا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ وائل عنبى خبير أسواق المال أستاذ وائل بعد التحية كيف ترى توجه الدولة لعقد مؤتمر اقتصادي يعني يستمع وينصط لأراء الخبراء ومقترحاتهم وإنعكاز ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة مؤخرا زي ما احنا شايفين العالم كله بيمر بأزمة كبيرة جدا وبيحاول جميع المسؤولين في كل دولة أن هما يعالجوا هذه الأزمة عندنا في مصر مبارح سيادة الرئيسي الطابل القام بارح قال تلات نقطة مهمة جدا 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 عشان نخرج من الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها أول نقطة أن مصر بتستهد الصدرات بمئة مليار دولار وده كان فعلا يجب بالملف ده نشتغل عليه كلنا صدرات تزيد بشكل تزيد عن الواردات فيبع عندنا صاف الحساب الجاري يكون موجب ويبع عندنا موارد من الدولار مستمرة النقطة التانية أوضح تعالت الرئيس أن القطاع الخاص حجمه في مصر 75% وده حجم كبير جدا لازم نستمع إلى مشاكله ولازم نستمع إلى آراءه لأنه بيوصف جزء كبير من العمالة وفي النقطة دي فيه ثلاث نقطة فرعية يمكن تتم بحثها في المؤتمر الاقتصادي أول نقطة إنهاء معاوقات الاعتمادات المستندية وكان سعد رئيس مبارح أشعار لذلك محافظة البنك المركزي ووزير المالية لازم خلال شهرين تنتهي هذه الأزمة والمعاوقات التي تفرض على الاعتمادات المستندية حاجة تانية الدعم الصناعة وتشجيعها بكل ما أتينا من قوة لأن هنا الاقتصاد الحقيقي هي الصناعة والزراعة فنحن سعد رئيس مبارح أشعر أن نشجع الصناعة وبندعمها النقطة الثالثة تعليل مدة حصول الشركات على التراخي صحيح هذه من النقاط المهمة جدا لذلك في المؤتمر الاقتصادي القادم أنا بتعقع أن رجال أعمال كلهم يقدموا أوراق عمل كل رجل أعمال إيه المشاكل اللي بتعترضوا إيه الحلول إيه المقترحات وده كان يجب أن نعمل مؤتمر زي هذا من فترة طويلة الخبير الاقتصادي الأستاذ وائل عنب شكرا جزينا لك اشتركوا في القناة